تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تموينية بمضبوطات ملغت قرابة 76 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 30.5 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط أكثر من 45 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجال قضايا المخابس فقد تم ضبط 620 قضية من بينها 89 قضية خبز ناقص الوزن و101 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 73 طن أقماح محلية